كده ندردش مع بعض افريقيا واللي بيحصل بافريقيا ممكن بجد والله الاكل احكينا انت بقى ذكريات كتير وبعدين انا بقى خلي بالك اول مرة حدا يسألك السؤال ده وانا هو وصك اللي اول ما كان معك كاميرا اه عندي والله العظيم تصدق محدش انا اتحدى اي حد يسألك السؤال ده شوف انت طلعت كم مرة وكم سنة كان معك كاميرا صغير ايو 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 تصور في افريقيا كلها واحنا مسافري ده انا عندي كابلات عندي بص ده احنا ممكن انا ممكن اعمل لك فقرة او في البناء والجداعك اه 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 من تلاتة وتسعين اه يعني انا بصور المعسكرات بتاعتنا او السفريات انت عند حاجات رريبة انت معك مادة اه مش موجودة في كل برامج مصر والله ايه بقى انا افتكرت وانت بتكلمني والله وعمل اقول افتكرت كنا بنمشي بالباسك اتطلع على الكاميرا ايو ايو تصور الاسواق وتصور الشوارع ده في كل افريقيا في بعض الاوقات واحنا عاديين بناكل ايو نتكلم بنهزل بناتحك واحنا نمين في المطالات لا لا حاجة بص افريقيا دي حاجة مختلفة والله مختلف يعني فاكر مرة كنا في مش فاكر فين في انجولا ولا فين كهرباء والمية كان بيقطعوا ساعة ستة ساعة ستة فلازم بقى تملى البنيو عشان خطر يبقى عندك مية تجيبش وقت شامع عشان مش عارف ايه الاكل يعني حاجة صعبة مستحيل مستحيل عشان كده الناس لازم تفهم اللعيبة في افريقيا فعلا بجد معاناة في الاكل بسو تستق بيبقى لها طعم يعني حافز اه بقى تحس لها طعم كده يعني فيه انك انت الاكل مثلا بتعليق معينة وبشكل معين الوتين اللي انت قعد فيه مفيش انت بنات مثلا اه لا يعني اه بيبقى طب اقول لك الا حاجة هحكي لك انا واحدة انت عفع شديا مايحك هحكي لك انا حاجة وانت تحكي لي حاجة برضو واو كده ماشي روح كابتن حسن شحاته في الفين وتمانية بعد كابتن سامير عادل عشان يبص على الفنادق انت عفز سفر وتعب وكابتن حسن اساسا نسمى الاتحاد اه رجل هنا معنديش خطوط حمرة اه مكنش عاوزينه ايه كان فهو متحفز لدي ناس معينة وفي نفس الوقت مركز مع فرقته وعرف هيعمل ايه في البطول سافرنا دخلنا في الهى الفندق اه كول حاجة الوذف في زعلية وبنا وحياط رابونا زيما بحكيترا فاعتباح اللي فكل الغرف في كده اهي السحيان ايه بعد خمس دقايق سبنا الشنة تجرينا اهه الطبيعة في الحاجات اللي بتبقى لونها اصدر فحمر دي اه فخرجنا بره الغرف كلنا لقينا نفسينا بعد خمس ساعة كله بره من غير ما نقول لبعض جاري 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 في ايه شفت في القدرة اه لا ابتدى كاتن حسن شحة ابتدى يزحق جان خطب مش هنقعد هنا بس ما حدش عايز يقول اللي فيه اللي في زحلية لانه اللي هو كاتن حسن مش عايز يقول وكله خايف مش هنقعد هنا يا سميل اتصرفش المهم خطبه السفارة رحنا قعدنا في فندق لسه مفتتحينه بقى له يوم قالك ده لسه بقى له يوم ما نكنش عمله ويجاز بجازينه عشان البطولة في فندق جديد وبسينات بقى انا كيفيش حاجات ما نسيه وبسين شيك والقوة التحفة بصراحة فسفارة نقلتنا وغرف اجتماعات كله حاجة بتزبطه فروحنا ابتدى بقى يوحط معنا كابتن حسن مشه يتغير والشي في جيم مصر والدنيا زبطت فل حصل معاكم مواقف زي دي اه حصل بركينا فاسو كنا لا غير بركينا بقى احنا كنا عادين في شليهات كده يعني زي بالشليهات يعني حاجة كده بس شب الشليه فهمني ومطعم كده يعني فهم اللحمة يعني ما اللي عارف انت لازم لأ لازم حتة السيك او كده فهم نشده قدام بعض عشان زلت شيز كده بتلقى بقى فيه يا ريت شيز يعني فهم يا ريت شيز انما انت لازم تشد معايا عشان اكم نبناها حتة فهم بس والله كانت عاملة جو انما رحنا زي ما قلت لك كده فردق كتير قوي كانت جاهل نفس الموضوع قالك يا جماعة احنا من هنا يمين شمال وبعدين عرفش اعتقد كانت انجولا يا فاكر وكان فيها حرب اهلية كنا بتمرن بقى والطائرات بو 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 او الله العظيمة وبعدين قالك يا جماعة احنا لازم نقل بالفندق راحين جايين قعدنا فين ملناش غير بركبة سفينة كده وكانت ريدي ركنة اعتقد كانت بولندية قالك خلاص احنا نقعد لك فقضينا بالوقت كله بقى في قوة قد كده فهم اللي هو بيتنام على السريل تقفل باب بيدك ديك لا لا لكن حاجات غريبة راح فكرتاني بموقف كان معايا بركات في القوضة بسفارنا في بلد اسمها أنيامبا في نيجيريا البلد اسمها أبا أنيامبا ده الفريق في أبا أبا دي بتمشي بتمشي بالطائرة والطائرة بتاخد طيران داخلي في أفريقيا طارن داخلي في أفريقيا كأنه بالرمو سمع أصوات معنا سيد محوط بيحب بيصاوه 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 راحنا هننزل بقى فندق نرايح قالك هنمشي من المطار بالعربية تاني يعني حنسفرنا مسافة طويلة ثم طارن داخلي ساعة ونص وبعدين من المطار لغاية أبا دي الطريق نص الساعة لغاية الفندق العمال تطلع مطبات ويجيبلكش ما فيش اوتوباسات هناك ده عفا زي مكروباسات كده أخذ دخلنا القوضة خلاص بقى تاخد شهر وراح ونمش مشكلة اللي احنا شفناه دا كل تتخلنا شفت القروانة دي دي لعبت القروانة وكوز برا جدت ايش هكمل لا لا حاجات نص بس خد بالك ونا بناخدها فانا يعني بنحذر دي حاجة فلا مصر فحلا مصر في حتة تانية خالص ما احترامي انا طبعا بحترم كل البلاد دي احنا بندحك وكل حاجة بس مصر ان كانوا بيدفعوا القتل وكده على هما فاكرين ان البطول عبارة عن ملاعب عندك استادات وعندك ملاعب يبقى كده تمام البطول نسري بقى الفنادق والمستشفيات والطرق والحاجات الاوتوباسيات الاهم من الملاعب ما هو البطولات هي بتاع التعامل عشان هي ايفانت الافانت ده ناس بتروحه يعني هو كاس العالم لما يكون في مليون واحد بيروح يتفرج عن ماتشاط هو بيروح بس عشان ما تشاطه ولا عشان يخرج وعمل شاوبينج ويعني هو كل كلام ده معها بس فدي الفرق اشتركوا في القناة